النازحين السوريين للوضع النازحين السوريين مليون ونصف نازحان سوريا ان السوريين هم نازحين وليسوا بلاجئين للوهلة الاولى ظنه البعض احد المحرضين او المشاركين بمجازر ميليشي اسد وحسن نصر الله بحق السوريين منذ احد عشر عاما حيث ان النازحين يستفدون المتحدث هنا هو هكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة عون اللبنانية اثناء حديثه في مؤتمر بروكسل المخصص لدعم السوريين مليون ونصف نازحان سوريا يشكلون ثلاثين بالمائة من سكان البلد حيث تصل كسافتهم الى ستمية وخمسين نسمة في الكيلومتر المربع هذا ما يسمى بشلف الارقام في حكومة فساد ومحاصصات طائفية تديرها ايران ولا غرابة في الارقام الواردة اذا ما علمنا ان اسباب الفشل المتكرر لمفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي حول قرض انقاذ مالي منذ العام 2020 كان الاعتراض وشكوك صندوق النقد حول مسألة الارقام والشفافية وانتهى قبل ايام فقط باتفاق مبدئي على قرض بثلاثة مليارات دولار بشروط صارمة اولها الشفافية مليون ونصف نازحان سوريا يقول حجار بان تعداد اللاجئين السوريين في لبنان مليونا ونصف المليون في حين تقول الامم المتحدة والمسؤولة عن احصاء وتعداد اللاجئين السوريين بانهم نحو ثمانمائة وخمسين الف لاجئ اي ان حجار شلف ضعف الرقم الحقيقي حيث ان يستفدون من الخدمات المدعومة من الدولة على سبيل المثال مصادر الطاقة القهرباء وعن منتجات الطاقة والكهرباء فالدليل بساعات الكهرباء الواصلة للشعب اللبناني بالاساس المواد الخزائية كالخبز وغيره اما عن مسألة الدعم والاغذية فربما المقصود بهذه المشاهد لتوزيع اكياس البطاطا على مخيمات اللاجئين وتصويرها اربعين بالمائة من الموقفين من الموقفين لدى الاجهزة الامنية المختلفة هم من السوريين يقول مندوب عون بان اربعين بالمائة من الموقفين هم سوريون ويقصد بارقام الموقفين هنا اعتقالات الشيعي عباس ابراهيم مدير الامن اللبناني بحق الاف السوريين الهاربين من اجرام بشار اسد وميليشياته واعتقالات الشيعي مونير شحاد رئيس المحكمة العسكرية في لبنان بحق الاف اللاجئين السوريين المغيب اخبارهم في سجون نصر الله وعون في حين ينهي الوزير كلامه بطلب وتسول 30 مليار دولار لقاء خدمات الاعتقالات والعنصرية بحق اللاجئين السوريين وتعويل على لبنان التي تكبد حتى الان خسائر تقدر بنحو 30 مليار دولار امريكا الصراحة وبكل بساطة وبعيدا عن مسألة التسول وشلف الارقام لا مانع من عودة السوريين الى ارضهم وديارهم في مقابل اخراج ميليشياتكم الشيعية من سوريا فهذا حسن نصر الله يعترف منذ عشر سنوات بانه دخل لقتل وتهجير السوريين ودهنا خمسة الاف مقاتل في سوريا حيث سوى عشر تلاف والفورية للنازحين السوريين وعن المحاولات المستمرة لربط سرقات وفساد حكومات المحاصصة الطائفية بثمانمائة الف لاجئ سوري هذا ما يقوله تحقيق دولي عن حجم نهبي وسلب المساعدات المقدمة للاجئين ففي العام الفين وتسعة عشر واحدة ابتلعت البنوك اللبنانية ما بين ثلثي الى نصف المساعدات النقدية المقدمة للسوريين في لبنان وبما ان اوجى اللجوء السوري الى الدول المحيطة كان بين الفين وخمسة عشر وستة عشر فهذا تاريخ لبنان عام الفين وخمسة عشر بعد ازمة النفايات ضمن ما اسماه اللبنانيون حينها بطلعة ريحتكم وطبعا جبال النفايات هذه هي امتداد للمشكلة اللبنانية المتمثلة بنظام الفساد والمحاصصات منذ عشرات السنوات وتوجى بسلسلة من الاحتجاجات والثورات الشعبية اخرها عام الفين وواحد وعشرين في حين يبقى التساؤل للوزير المصر على تسمية اللاجئين بالنازحين املا باستمرار نهبي وسلب حقوقهم عن مصير عشرين الى اربعين مليار دولار اودعها السوريون في البنوك اللبنانية بحسب شهادة حليفهم بشار اسد الاموال اللي اخدوها السوريين وحطوها باللبنان اقل شيء عشرين مليار دولار وبالحد الاعلى البعض يقول اتنين واربعين مليار دولار وعلى سيرة بشار وتقرير منظمات حقوق الانسان حول مخاطر القتل والاعتقال المتعلقة بعودة السوريين نعود لذات المطلب للوزير حجار وحكومة عود هلا طردتم واخرجتم ميليشيا حزب الله وامل من اتباع الديانة الشيعية المحتلين لسوريا منذ احد عشر عاما حتى يتمكن ابناء السوريا من العودة لمدنهم وقراهم إن السوريين هم ناسخين وليسوا بلاجئين